باس المحرز في العالم العربي متخصص بشؤون التربية والتعليم وحاصل على تكريمات عربية وعالمية هذا الأسبوع المختار يستضيف الأستاذ الدكتور محمود السيد المدير العام لهيئة الموسوعة العربية الدكتور محمود السيد في حوار مع باس المحرز الأربعاء ابتداء من ثالث عصر عبر المدينة أفأم يجمع المعنيون والمثقفون والسوريون على أن جزءا كبيرا مما حدث في البلاد كان نتيجة مفاهيم تربوية وثقافية خاطئة ويقر الجميع بسياسات قد تكون أيضا خاطئا تهجتها الحكومات السابقة ساهمت في عدم تعزيز مفهوم المواطنة والعدالة والمساواة عند السوريين الأمر الذي دفع بعضهم للانخراط في صراع أوصل البلاد إلى مكان لم تحمد عقباه التربية ليست كتابا ولا منهجا تربويا ولا حتى مدرسيا هي ثقافة اجتماعية يبدأها الأهل وتكملها الجهات التي تبدأ بالمدرسة ولا تنتهي بالجامعات والفن والاختصاص ضيفي أحد أبرز الأعمدة التربوية في سوريا عصر أجيالا مختلفة وأسهم في إثراء القطاع التربوي والتعليمي بمؤلفات كثيرة حمل شهادة الدكتورة في التربية وأشرف على العشرات منها في دول عربية عدة خبير في مراكز عربية ودولية وفي منظمات مختلفة تولى عدة مناصب وزارية في سوريا وتم تعيينه مديرا عاما لهيئة الموسوعة العربية ضيفي في المختار اليوم الدكتور محمود أحمد السيد أهلا وسهلا فيك دكتور شرفنا في المختار على المدينة أفقام أهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا لكم على دعوتكم الكريمة وعلى استضافتكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك كنا عم نحكي بالمقدمة وحضرتك كنت وزير تربية سابق ووزير ثقافة سابق كنا عم نحكي عن دور التربية والثقافة بشكل عام أنه التربية ليست فقط منهاج وليست فقط كتاب مدرسي وأنما هي ثقافة مفروض تكون عامة هل برأيك الحكومات التي تتالت على سوريا كانت تعي أهمية التربية طبعا يعني كانت ثمة عناية بالنواحي التربوية ولكن السؤال هل حققت الوزارات التربية الأهداف المرسومة لها عبر تولي الوزراء السابقين مسؤولياتهم في وزارة التربية هل استطاعوا أن ينفذوا الأهداف وأن يحققوا الأهداف المرسومة للعملية التربوية كافة الجواب لا وإنما هناك محاولات وهناك أهداف كثيرة يرومون تنفيذها وتحقيقها ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه قد تكون هناك عوائق قد تكون هناك صعوبات قد تكون هناك أمور كثيرة تقف حائلا دون تحقيق هذه الأهداف على المرء أن يسعى كما تفضلت وأشرت التربية ليست منهاجا فقط ليست كتابا فقط ليست المنهج بمفهومه المنظوم الشمولي المتكامل يعني أهداف وخطة ومقررات وطرائق تدريس وأساليب ومناشط وأساليب تقويم ومباني ومرافق ومعدات كل هذا يدخل ضمن مفهوم المنهج بمفهومه الواسع طيب هل كل هذه المكونات التي تشتمل عليها المناهج التربوية كانت في المشتوى المطلوب وكان ثم تتناغم بين التربية من طرف وبين المنظومات الأخرى من طرف آخر التربية لا تعيش في جزيرة منفصلة وإنما لا بد من أن يكون هناك تناغم بينها وبين النظام السياسي النظام الاقتصادي النظام الثقافي جميع الأنظمة في المجتمع ينبغي أن يكون ثمة تتناغم وتكاتف فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المرسومة للتربية لأنه إذا ما وضعت لبنى من طرف وتعرض البناء إلى الهدم من طرف آخر فلا يمكن أن ينهض البنيان بأي شكل من الأشكال لا بد من أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين جميع هذه الأنظمة في المجتمع النظام الاقتصادي النظام الاقتصادي النظام الاجتماعي النظام الثقافي النظام السياسي كل هذه الأنظمة ينبغي أن تنطلق من استراتيجية واحدة لتنفيذ الأهداف المرسومة للعملية التربوية رح نحكي عن كذا نقطة بس حضرتك كنت إذا نحكي عن التربية بشكل خاص كنت مدير القطاع التربية بالأليكسو وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نعم صحيح كنت خبير بالمركز العربي لبحوث التعليم العالي وخبير في اليونسكو خبير باليونسيف خبير بالمجلس العربي للطفولة وزارات تربية البحرين والإمارات ومشروع الاتحاد الأوروبي لإعداد المدرسين في الأردن ومراكز بحوث في اليمن عمادة كلية التربية بجامعة دمشق ما رح فيني يخلص كل المناصب ما شاء الله عليك ولكن أيضا كنت وزير تربية في سوريا لمدة ثلاث سنوات يعني أنت اختبرت قطاع التربية محليا وعربيا وعالميا أين الخلل الأساسي في القطاع التربوي في سوريا الخلل في القطاع التربوي في سوريا هو يتجلى في عدم التنسيق بين جميع المعنيين في العملية التربوية هذا من جانب وبين النظام التربوي وبقية الأنظمة كما سبقت الإشارة من جانب آخر ما تزال هناك نظرة من أن التربية هي عملية استهلاكية وليست عملية استثمار وأفضل أنواع الاستثمار هو الاستثمار التربوي لماذا؟ لأنك تستثمر في العقول تستثمر في الضمائر تستثمر في الوجدانات ومناجم العقول هي التي ينبغي أن يكون الاستثمار الحقيقي فيها بعض المسؤولين حتى الآن ينظرون إلى التربية على أساس أنها عملية استهلاكية وناضلت كثيرا عندما كنت وزيرا للتربية على أساس أن نغير هذا المفهوم أن نغير هذا المفهوم ينظرون إلى النظام الثقافي والنظام التربوي أنه عملية استهلاكية هذه مانا أساسية ليست من الأمور الأساسية وينظرون إلى أمور أخرى على أساس أنها هي الأساسية أنا في تقديري بناء الإنسان هو الأساس أن تبني الإنسان بناء متوازنا ومتكاملا ومتطورا من جميع الوجوه جسميا نفسيا فكريا عاطفيا اجتماعيا إنسانيا هذا هو البناء الحقيقي وهذا هو الاستثمار الحقيقي على هذا الاستثمار في بناء الإنسان تنهض المجتمعات وترتقي المجتمعات عرفة الدولة أو عرفة الحكومات التربي بالمعنى عن طريق المناهج عن طريق الوسائل عن طريق وزارة التربية والمنظمات سواء كانت محلية عرفة التربي ولا اكتشفنا بعد هذا العمر أنه جزء كبير مما قدم ومما تم الحديث عنه وهي الإشادات وأنه نحن عنا وزارة التربية وبالتالي نحن منهتم بالتربية قبل التعليم هذا كله طلع شعارات لأنه ما نراه من ست سبع سنوات إلى الآن يدل على أنه لم نربى بشكل صحيح هناك محاولات للتربية كانت محاولات للتربية لكن هذه المحاولات هل كانت في المسار الصحيح؟ هل عملت على تحقيق الأهداف؟ هل وضعت في ضوء استراتيجيات تربوية؟ في ضوء خطط والخطط توضع في ضوء الاستراتيجيات والاستراتيجيات توضع في ضوء السياسة التربوية؟ هل كل هذه الأمور كانت واضحة في الأذان؟ أعتقد لا أنا عندما جئت إلى وزارة التربية لم تكن هناك من سياسة تربوية ما في سياسة لم تكن هناك سياسة مستقبلية للتربية يعني استراتيجية عفوا لم تكن هناك استراتيجية تربوية ما في تخطيط للمستقبلية استراتيجية مستقبلية نعم الاستراتيجية هي العمل المستقبلي للمبادئ والتوجهات أنا وضعت استراتيجية من عام 2000 إلى 2020 حتى 2020 ما الأمور التي ينبغي لنا أن نركز عليها شو هي قبل ما ترجع لي لما وضعت الاستراتيجية اللي كانت عم تحكي من اللحظة اللي توليت حقيبة وزارة التربية العشرين سنة قادمة شو كان برأيك الأمور يلي كان لازم يتم التركيز عليها الأمور التي ينبغي لنا أن نركز عليها كان أنا ذاك هي رياض الأطفال رياض الأطفال مهملة كانت في نظامنا التربوي وأغلب الدراسات والبحوث تقول أن العصر الذهبي هو في رياض الأطفال في البناء بقدر ما نركز على رياض الأطفال يمكن أن يكون ذلك رصيدا للمستقبل للفترات اللاهقة للمراحل اللاهقة كانت نسبة من يأمون رياض الأطفال نسبة متدنية جدا جدا أقل من عشر بالمئة تقريبا فلذلك وضعت أولا ينبغي لنا أن نركز على رياض الأطفال ثانيا نحن نعيش في عصر المجتمعات انفتحت على بعضها ولذلك كان لابد أننا كانت اللغة الأجنبية مهملة في مدارسنا اللغة الأجنبية مهملة وأحيانا يأخذ الطالب صفر في الشهادة الثانوية ويحصل على الشهادة الثانوية يأخذ صفرا بالمادة اللغة الأجنبية بالمادة اللغة الأجنبية ويحصل على الشهادة الثانوية فقلت لها ينبغي أن يكون هناك تركيز أيضا على المادة الأجنبية كيف كان يتم اختيار اللغة الأجنبية؟ بالقرعة بالقرعة نعم يأتي في الصف الخامس الابتدائي نعم الخامس الابتدائي كان إنكليزي فرنسي اسحب يا ابني يسحب الولد الورقة تطلع له فرنسي أعوذ بالله الأهل يضجون نريد ابننا أن يتعلم إنكليزي نعم وتبدأ بعد ذلك الضغوط والوسائط والفساد والرشاوة وإلى آخر معه نالك فقلت له نحن نعيش في عصر التدفق المعرفي والعالم انفتح على بعضه وبقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الشدائد أعوانه فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا فكل لسان بالحقيقة إنسانه كل لسان بالحقيقة إنسان فقلت لا ما زال أتذكر أن سيدة تحمل أمسكت بيد ابنها الصغير في الصف الخامس الابتدائي وقالت تريد مقابلة الوزير وألحت فاتصلت بمديرة المكتب دعيها تدخل أهلا وسهلا دخلت نعم يا سيدتي ما الأمر قالت ألا يكفي أن ابني يتيم حتى يكون له أيضا فرنسي حتى يتعلم الفرنسية إن شواء الظلم هذا الظلم يعني مصيبتان مصيبتان وقالت له لا والله مصيب هذا لا يكون أبدا أبدا فأصدرت قرارا بتدريس المادتين معا اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وأمت أيام عليك اللغة الإنجليزية عام بالضبط اللغة الإنجليزية من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي واللغة الفرنسية من الصف السابع لأنه ثروي أيضا لكن ليس على حساب اللغة الأم اللغة العربية اللغة القومية هي هويتنا وهي حضارتنا وهي مستودع تراثنا وهي ذاكرة مجتمعنا أمتنا فينبغي لنا أن نكون متقنين للغة العربية الفصيحة أيما إتقان لكن للإضافة إلى ذلك أن نكون منمين باللغات الأجنبية وهذا يساعد في إغناء اللغة العربية في الوقت نفسه فإذا أصدرت هالقرار وقتها نال استهجان عند البعض نعم عند البعض نال استهجانا وقال كيف يمكن وهناك دراسات تقول أن هذا يؤثر على اللغة العربية يؤثر في اللغة العربية قلت لهم لا إطلاقا رجعت إلى الدراسات التي أنجزتها اليونيسكو وطلعت على كل المداولات التي تمت في هذا المجال إطلاقا لا لا يؤثر ووجدت أنه في أمريكا في رياض الأطفال أحيان يدرسون أكثر من لغة يقولون العصر الذهبي لاكتساب اللغات إنما هو بالضبط العلم في الصغر كالنقش في الحجر ونحن الآن نتذكر الأناشيد والمحفوزات التي حفظناها بأول الصفوف بأول الصفوف بأول الصفوف ومن نتذكر شو أخذنا بالثانوي ولكن نتذكر بالفدائي بالفدائي نعم فهذا أيضا من الأمور التي فإذا رياض الأطفال اللغة اللغة نعم ودرجت بعد ذلك أن مناهجنا تعمل على التلقين والحشوب أكثر مما تزود المتعلم بمفاتيح المعرفة ما مفاتيح المعرفة؟ أساسيات كل مادة أساسيات كل مادة طيب كيف نتعرف هذه الأساسيات؟ نتعرف هذه الأساسيات من خلال البحوث العلمية البحوث العلمية هذا تقول لنا هذا أساسي وهذا غير أساسي طيب كيف نتعرف الأساسي من البحوث العلمية؟ ما كان مشتعملا في الحياة نركز عليه ومن هنا النحو الوظيفي التعبير الوظيفي هذا ينبغي أن نركز عليه حتى يساعد المتعلم في التفاعل مع المجتمع عندما يتفاعل مع مجتمعه يساعده المفاتيح بيده أصبحت أما أن ندرس كثيرا من الموضوعات ولا نستخدمها في الحياة ما الفائدة من ذلك ما الفائدة من الجسم عندما يدخل إليه طعام ولا يتمثله الجسم ولا يمتصه هذا ليس بي فائدة ما تعتقد دكتور كان بعض الأمور اللي بحاجة لأنه تنصف من المناهج يعني الشذوذات الافتثناءات المماحكات التأويلات التقديرات التي ليس لها انعكاس في واقع الحياة لا تستخدم في واقع الحياة وأن ما هي مجموعة من النظريات أو الأفكار اللي بتورد في الكتاب منقرأ أو منحفظها منحفظها عن ظهر قلب بس بالحياة ولا ممكن نستخدمها ولا تستخدم في الحياة ونرددها ولا ندري ما معنى هذا كان يعني أنا تخرج في شهادة ثانوية وكنت أردد إذا الضرف يتضمن معنى الشرط خافض لشرطة متعلقة بجوابه ما معنى هذا الكلام لا تمثل هذا الكلام لو لا حرف امتناع حرف امتناع لوجود هذه اللغة العربية اللغة العربية نعم ما أجمل السماء ما التعجبية نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدى أجمل فعل ماض لإنشاء التعجب والفرع الضمير مستطر فيه وجوبا على خلاف الأصل تقديره هو يعود على ما والسماء مفعول به وجملة أجمل السماء في محل رفع خبر مبتدى يعني فكرة عيدة يعني أمور كثيرة بس لا تملك لك حافظة من السنوي بالضبط كنا حافظينها من السنوي نعم كنا حافظينها من السنوي نعم ليس من الجامعة وإنما من السنوي نحفظ هذه الأمور ونرددها دون أن نفهم دون أن نعرف ما هذا حفظ صمب حفظ صمب نعم فقلت ينبغي أن نخلص المناهج من الحشب والتكرار ونركز على الأمور الأساسية على الأساسيات في المناهج هذا من جانب من جانب تاني قلنا لا يمكن أن تعمم المناهج إلا بعد التجريب إلا بعد التجريب والتجريب لا يكون في محافظة واحدة وإنما في عينة من عدة محافظات والتجريب لا يكون من تعرف وجهة تضر المعلمين والمتعلمين في الوقت نفسه لا ينبغي للمجتمع أن يكون له دور أيضا ما ملاحظاته على المناهج قبل تعميمها وقبل تطبيقها هذه من الأمور التي التفتوا إليها أيضا بعد ذلك أنا كنت عميدا لكلية التربية عام 1986 إلى 1992 خريجوا كلية التربية لم يكنوا يوظفون وكنت أتألم جدا وأقترح وأرسل كتبا إلى وزارة التعليم العالي إلى وزارة الشؤون الاجتماعي إلى وزارة الثقافي لاستقبال هؤلاء الخريجين حرام إنسان يكون معه إجازة في علم النفس أو إجازة في التربية ولا يجد مكانا فعندما أصبحت وزير للتربية وسعت الميلاد ووضعت المرشد النفسي في كل مدرسة نعم المرشد النفسي وخاصة في مرحلة المراهق قالت الله في مرحلة المراهق والمرشد الاجتماعي خريج قسم علم الاجتماع لم يكن ليحظى بوظيفة فأيضا وجدنا المرشد النفسي المرشد الاجتماعي وهي الحقيقة كانت ثغرة وكان شي غائب طبعا كانت غائبة عن الأداء فركزت على ذلك واستوعبنا استوعبنا هؤلاء طيب بعد ذلك قلت يعني كفانا أن نعتمد على حملة الصف الخاص لماذا لا يكونوا على مستوى جامعي معهد أعداد المدرسين نعم معهد أعداد المدرسين سنتين سنتين والصف الخاص والصف الخاص سنة بعد الشهادة الثانوية أما المعاهد كانت سنتين كانت سنتين بعد الشهادة الثانوية فقلت ينبغي أن يكونوا على مستوى جامعي وبعد ذلك لسخنا مع وزارة التعليم العالي وعدلت مناهج كلية التربية لتستوعب معلمي الصف يوفدون من وزارة التربية يدرسون لمصلحة وزارة التربية وبعد تخرجهم يكونون يعملون في وزارة التربية المعلمون الوكلاء الذين مضى عليهم سنوات قلت لا بد منها ولأصبحت لديهم خبرة إلى حد ما بالنسبة فلنعمل لهم دورات تدريبية ولنثبتهم أيضا في الكبرى مثلا بعض المدرسين أو بعض المعلمين كانوا يظلون حوالي 15 عاما خارج محافظتهم صحيح خارج محافظتهم وقلت حرام أن يبقى إنسان 15 عاما هو أحيانا تكون معلمة بعيدة عن عائلتها وحدثت كثير من الشكاوى في هذا المجال وصعوبة كبيرة في النقل نعم فقلت أصدرت قرارا أن كل معلم يمضي سنتين خارج محافظته ينقل إلى محافظته هذه كانت من الأمور مثلا المدرس الأول المدرس الأول يعني في كل مدرسة يكون هناك مدرس له حماس عنده حماسة ونشاط وفعالية ومتميز بين أقرانه وله خبرة طويلة فليكن مدرس الأول يرشد ويوجه بقية الزملاء فأوجدت أيضا المدرس الأول المجمعات التربوية يعني بعض المعلمين ينتقلون من محافظة إلى محافظة حتى يقضوا يعني متطلباتهم وحاجاتهم وكذا فليكن هناك مجمع تربوي يعمل على تسهيل أمور هؤلاء المعلمين يعني أمور كثيرة كانت هالشي اللي قدمته بهالكم سنة اللي كنت حضرتك فيه وصير للتربية أو الخطط لا شك أنه هاي القرارات اللي أخذتها حضرتك لا تزال مطبقة لليوم إجا بعدك وزراء ألغوا شي من اللي أنت عملته عدلوا فيه أضافوا عليه أم لا تزال الأمور ثارت بعض الأقاويل حول ما قمت به مثلا على سبيل المثال التعليم الأساسي نحن آخر دولة عربية طبقة التعليم الأساسي وكنا نقدم رجلا ونؤخر الثانية وكانت هناك خشية من تطبيق التعليم الأساسي اقتحمت هذا المجال وقلت لا لا بد لنا من تطبيق التعليم الأساسي شو التعليم الأساسي؟ أن يبدأ من الصف الأول وحتى الصف التاسع مرحلة إلزامية مجانية لماذا؟ لأن نسبة كبيرة من المتعلمين من الأطفال كانت تتسرب بعض الصف السادس وخاصة في المحافظات الشمالية الشرقية في المحافظة دير الزور والحسكة والرقة نسبة التسرب كانت تصل إلى 25% أما عندما تكون المرحلة من الصف الأول وحتى الصف التاسع إلزامية ومجانية تقضي على التسرب ثانيا في مرحلة التعليم الأساسي نركز على الأساسيات التي سبقت الإشارة إليها وعلى أن يكون المعلمون على مستوى جامعي فمرحلة الأساس هي الأساسي يعني هي التي يبنى عليها للمراحل التالية وبقدر ما نعنى بها يكون في ذلك رصيد للمستقبل للمراحل التالية فالتعليم الأساسي كذلك من الأمور التي طبقتها عندما كنت وزيرا للتربية جاء بعدي قالوا التعليم الأساسي ليتنا لم نطبقه حدثت لدينا مشكلات حدثت كذا إلى آخر ما هناك ولم يكن المفهوم واضحا في ذهن من ينقل هذا المفهوم إلى الآخرين يعني كان هناك تشويش هو ما عم يعرف يفسر الموضوع لحتى يدافع عنه بالضبط يعني حتى وجدت بعض الزملاء في مجلس الشعب تحت قبة المجلس الشعب يطرحون هذا الموضوع ماذا التعليم الأساسي وكذا فعندها كنت وزيرا للثقافة أصبحت وزيرا للثقافة فوضحت لهم الأمر ما المفهوم التعليم الأساسي قال لم نكن نعرف ذلك لم يكن واضحا في الذهن فكثير من الأمور لا بد لها من تهيئة لا بد لها من توعية فعندئذ يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام عندما تكون الأمور واضحة في الأذهان ومنبثقة من خطة واحدة ومن استراتيجية واحدة أبل أن أخذ فاصل صغير دكتور راضي عن قطاع التربية والتعليم اليوم في سوريا والله بحكم الظروف التي مر بها الوطن على الرغم من كل ما تعرض به الوطن لم يتعرض وطن في العالم لما تعرض به الوطن السوري في هذه المحنة في هذه الكارثة التي مر بها على الرغم من ذلك يعني أنا أشد على الإنجازات التي تقوم بها وزارة التربية لأن الظروف أصعب بكثير مما نتصور ولكن الله يقويون الله يعطيون العافي يعني كانت هناك أمور جيدة قاموا بها ولكن هذا هو الوضع الضاغط والخانق والمؤرق والممزق على الرغم من ذلك كله استطاعوا أن يثبتوا وأن يؤدوا الأمانة وأن يكون المعلمون حملت رسالة حملت رسالة في هذا الجو الممزق صعب نتابع هذا الحديث مع الدكتور محمود السيد ولكن بعد الفاصل الليوان رح تخلص الحرب ويسكت لرصاص وينبوض القلب ويفيقوا كل الناس كرمال اللي راحوا كرمال البقيانين والأرض الحمرى والصوات الموجوعين هاي نحنا بنيانين رح يبقوا السوريين حيث يبقوا السوريين ويوقفوا السوريين لأملنا السوريين هم إيه للسوريين بلد للسوريين ويوقفوا السوريين باس المحرز المختار ويوقفوا السوريين ويوقفوا السوريين ويوقفوا السوريين ويوقفوا السوريين ويوقفوا السوريين سوري الشديد بنا دينا يلا ايد بني سوري الشديد سوري الشديد بسبب مدين نكسر الحديد سوري الشديد بحب وغضة وبامن عاليد بغضة وغضة معنين سوري الشديد سوري الشديد بسبب مدين نكسر الحديد سوري الشديد سوري الشديد الأمل فينا اكيد لا تقول اني وحيد الأمل فينا اكيد الليوان نطبع الحديث مع ضيفنا اليوم في فقرة الليوان في برنامج المختار على المدينة فأما دكتور محمود السيد دكتور لفتني تصريح أو هيك كلام لألك يحكي عن جزء من المغالطات أو جزء من الأخطاء اللي يمكن تكون موجودة في التراث العربي عموما وللأسف هذه المغالطات هي تبنى عليها الأفكار وبعض الأحيان يعني بتصير جزء أساسي من حياتنا برأيك التراث العربي اللي نحن نتغنى ومنفاخر بالشعر وبالملاحم وبالبطولات وبالقصائد المعلقة وبالقصة الصغيرة التراث العربي هل هو ناصع البياض لدرجة أنه لازم نتمسك فيه ونحكي عنه دائما أم أنه هناك أجزاء مظلمة في التراث العربي كما تفضلت نعم هناك أشياء مظلمة في تراثنا العربي وتراثنا العربي طبعا لا بد لنا من أن نعزز القيم الإيجابية والصور الوردية في تراثنا العربي وأن نعمل على النقد الموضوعي لهذا التراث بنظرة موضوعية ناقدة بحيث نميز بين الغث والسمين بين ما يبني الإنسان وما يعمل على هدم الإنسان بين ما يبني العقل وما يعمل على هدم العقل بين التفكير العلمي وبين الشعوذة والترهات والثقافات البعيدة كل البعد عن بناء العقل المستنير أو الفكر المستنير هاي مهمة مين؟ والله مهمة جماعية وليست مهمة جهة واحدة فقط هي التي ينبغي أن تقوم طبعا وزارة الثقافة مهتمة في هذا المجال الجامعات مهتمة في هذا المجال وزارة التربية مهتمة في هذا المجال الإعلام له أهمية كبيرة في هذا المجال أن يسلط الأضواء على النواحي الإيجابية ويبتعد عن النواحي السلبية وأن يبصر المواطنين بالآثار السلبية بالآثار السلبية لبعض الجوانب الموجودة في التراث فهذه مهمة جماعية وينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هؤلاء لأن ما ينظر جهة معينة قد تنظر إلى جانب على أساس أنه وردي لكنه في نظر جهة أخرى هو غير وردي طيب أحكي لي بعض الأمور يلي يجب أن نسقطها من التراث العربي الأمور التي ينبغي أن نسقطها من التراث العربي هناك بعض الترهات والسخافات المبنية على أساس بعيدة عن المنطق والعقل يعني لا يصدقها العقل يعني خذ على سبيل المثال عندما توفي ابن الرسول الأكرم إبراهيم كسفة الشمس أصبح الناس يقرنون بين كسوف الشمس وموت إبراهيم الرسول صاحب رسالة فالتفت إلى المسلمين قائلا لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفاني لموتي أحد ولا لحياتي أحد هذا تفكير علمي فإذا ليس مبنيا على الترهات ربط الأمور في بعضها التفكير العلمي الذي يعمل عليك التفكير العلمي طلاب الدراسات العليا لدي كان بالهدايا أقول لهم الطفل في رياض الأطفال في رياض الأطفال ندربه على أن يمسك القلم بيده اليمنى إذا ظل الطفل مصرا على أن يمسك القلم بيده اليسرى نتركه وشأنه لأنه أحيانا يكون في تصالب ناس تيرين يتبون باليسار فلا نجبره لا نكرهه أحدهم التفت إلي ويعني يظهر عليه أنه من المتدينين السلفين متدينين جدا جدا متزمتين يا دكتور هذه مخالفة الشرع أين هي مخالفة الشرع؟ قال كان هناك إنسان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وناوله شيئا ليمسكه بيده فمسكه بيده اليسرى فقال له أمسكه بيدك اليمنى فظل مصرا على أن يمسكه بيده اليسرى فدعا عليه الرسول فشلت يمينه فالتفت إليه قائلا والله أنت أكبر داعي ضد رسالة الإسلام السمحة لكن يا حبيبي الله سبحانه وتعالى اختار الرسول من بين الأنام ليبلغ رسالته السمحة بسم الله الرحمن الرحيم رحمن رحيم هل يدعو على إنسان لتشلى يمينه لأنه لم يمسك ما هذا الكلام؟ ما هذه الترهات؟ لكن انظروا بعقل فكروا بالعقل فكروا بالمنطق فكروا بالمنطق طالبة ترفع يدها بالكذا ظننت أنها تسأل سؤالا تريد أن تسأل سؤالا نعم ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي قال هل انتهى موعد المحاضرة؟ هل انتهى موعد المحاضرة؟ وجودك في المحاضرة صلاة وعبادة حتى ينتهي المحاضرة يمكنك أن تمارسي بعد ذلك أما أن تترك المحاضرة لتذهب إلى كذا؟ من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن في يد أحدكم فسيلة يود غرسها وقامت الساعة فلا يبرحن مكانه حتى يتم غرسه هذا الدين الفكر المستنير الذي يتلأم مع العقل والمنطق هو الذي ينبغي أن نركز عليه شو اللي عم بيخلي اليوم أكثر الأفكار يلي عم تكون مثار جدل أو انقسامات بين الناس هي لها صلة بالدين يعني أعطي مثال أعطي مثال إذا توفي أحد الأشخاص وهذا الأشخاص وهذا شخص مثلا مسيحي عم نحكي عموما بسوريا هاي الأقل شوي عربيا هي أكثر يعني خاصة دول عربية أكثر من سوريا بتلاقي في التعليقات أنه مثلا بيقولوله أنه الله يرحمه مثلا ما توفى مسلم أو يعني بما معناه أنه لا تجوز الصلاة عليه أو لا يجوز ترحم عليه لأنه غير مسلم وغيره من هيدا مين كيف عم تنتشر كيف عم تكبر ليش عم تكتر رغم أنه نحنا صرنا اليوم منقول أنه والله العالم انفتح وفي حوار حضرات وكأنك فجأة اكتشفت أنه المسيحيين عايشين بهذا المكان وكأنك فجأة عرفت أنه فيه دين آخر غير دينك صار بدك تصلحه صار كل واحد والله أنا في تقديري أن السبب يرجع إلى عدم الوعي إلى عدم التفكير المشتنير لجوهر الدين كيف وصلنا لهذا عدم الوعي هذا مين وصلنا لإله والله هناك أناس ويا للأسف أناس زرع في منها الوهابية ومنها الأفكار المتطرفة هي التي زرعت هذه الأمور ونظرت إلى الآخر على أسنة أنه ليس شريكا لك في الإنسانية ليس شريكا لك في الإنسانية مجرد ما خالف رأيك هذا بعيد كل البعد عن جوهر الدين الدين محبة الدين تسامح الدين تضامن الدين احترام الآخر إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها أنا بالحب قد تعرفت على نفسي وبالحب قد عرفت الله هذا هو جوهر الدين الحقيقي وما الدين إلا تركك الشر والأذى ودفعك بالمعروف عن خلك الردى مدام هذا الإنسان أخا لك في الإنسانية فهو أخوك ينبغي لك أن تؤدي ما دمت محترما حقي فأنت أخي آمنت بالله أم آمنت بالحجري كل إنسان اتركه كيفما يتصرف لكن لا يمارس الشر بالآخرين لا يمارس الأذى بالآخرين هذا هو الإنسان الحقيقي أما أن نغرس في أذهان أبنائنا أن فلان مخالف لك لأنه ليس من دينك لا الدين مدام إنسانا وألا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفته على الأرض باعتبار كمان كنا عم نحكي عن التربية ووزارة التربية هل كان شي مرة من ضمن الأمور التي اقترحت من ضمن الأحاديث التي ممكن تكون فكرت أنك تحولها لقرار أنه مثلا يكون في توحيد لمنهج التربية الدينية في المدارس بعض النواب من فترة قالوا لك يا أخي ما بقى يحطونا تربية دينية إسلامية عفوا بس خلينا نتابع بقول لك خلونا نحط تربية أخلاقية فبيجي البعض الآخر بيقول لك شو يعني بدك تعمل تربية أخلاقية ما الدين هو أصلا أخلاق وكأنه عم يقول لهم أنه لا نحن عم نقول تربية أخلاقية بمعنى تكون مستمدة من كل الأديان ومن كل الأمور وعامة للجميع بدون تفصيل لا بدنا تربية دينية برأيك طيب عم نعطي تربية دينية من سنين عديدة وطويلة وعننا أسادزة التربية الدينية موجودين وأسادزة أفاضل ومن يومين قلنا تصريح لوزير الأوقاف الدكتور محمود محمد عبدالستار السيد عم بيقول فيه أنه عمنا 75 ألف داعية إمرأة فقديش عمنا مقابلهم أئمة وخطباء وشيوخ طيب حلو كتير هاي الأعداد الكبيرة من الدعاة والداعيات كانت قادرة على أنه تمارس دورة صحيح وإذا كان الجواب نعم فشو التفسير أنه جزء كبير من الناس يلي تبعوا بعض المشايخ كانوا سبب بما وصلنا إليه اليوم وهنن جزء من منهجهم ويعني ما بدنا نقول أنه جبهت النصرة مستوردة من المريخ في سوريين وداعش في سوريين هذا كيف؟ أولا أعود إلى ما تفضلت وأشرت إليه بالنسبة لمادة التهذيب الأخلاقي أو التربية الأخلاقية أنا فكرت في الموضوع عندما كنت في وزارة التربية وقلت يمكن أن نأخذ مادة اسمها التهذيب الأخلاقي أو التربية الأخلاقية وأن نأتي بالحديث النبوية بالآيات القرآنية ورد في الإنجيل في الدعوة إلى المحبة والتضامن والأخوة والتعاون والتآذر والتكاتب إلى آخر ما هناك من القيمة والواقع هذا الهاجس كان هاجسي قبل أن أكون في وزارة التربية أنه لماذا؟ نحن في الخمسينيات أنا عندما كنت في الخمسينيات كانت لدينا مادة اسمها التهذيب الأخلاقي نعم التربية الوطنية كانت التهذيب الأخلاقي ولم تكن مادة التربية الدينية قد قررت أنا ذاك طيب لماذا لا تكون هذه المادة على هذا المدارس؟ بس بالمتابع ما كنتوا تدرسوا تربية دينية بالمدارس؟ لا التربية الدينية ما أخذناها وقتا بالمطلع الخمسينيات كنا ندرس المادة هذه التهذيب بس ما طلعتوا كفار ما طلعتوا كفار ليه؟ بعدين قررت المادة التربية الدينية فالواقع رحم الله الصديق المرحوم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي زارني في الوزارة ويعني قال لي ليس سمة داعٍ لأن يكون هذا التفكير موجوداً حاولت أن أحاوره رفض نعم أن أحاوره أن أبدي وجهة نظري وهو أبدأ وجهة نظره شو كانت وجهة نظره؟ وجهة نظري قد تثير بعض الإشكالات بين أيوة يعني من يعتنقون الديانة الإسلامية ومن يعتقون الديانة المسيحية قد بعض الخلافات نحن نركز على القاسم المشترك نحن نركز على القاسم المشترك أما الأمور التفصيلية نحن قصدنا أن يبنى هذا الإنسان بناءًا وطنيًا أخلاقيًا أخلاقيًا لم تتم الموافقة آنذاك وعزف عن الموضوع وظلت الأمور مستمرة على هذا النحو أنا في تقديري بس قبل ما تتابع لي مين كان بيوافق ومين كان بيرفض؟ مين كان بيوافق؟ يعني مين اللي ما وافق؟ أنا بعد ذلك يعني بعد أن كذا ويعني كانت وجدت نظري أنها ستثير كثيراً من الإشكالات عزفت عن الأمور خفت يعني لا مو خفت يعني وجدت أن الجو غير ملائم الجو غير ملائم وأننا إذا طبقنا ذلك ستكون هناك إشكالات قلت نحن في غنى أن نسير يعني هذه الأمور في مدارسنا حالياً ما دام الأجواء غير مهيئة ما دامت الأجواء غير مهيئة أنا في تقديري أنه الداعيات والدعاة إذا عملوا على نشر الفكر المستنير وجوهر الدين فجميل جداً جميل جداً لكن ويا للأسف أحياناً يكون هناك شطط ويكون هناك إسراف في القناة كنت في الرياض في ندوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأحد الإعلاميين كان قد أجر دورة هنا في دمشق في مركز التدريب الإزاعي وعرف أنني هناك في الكذا فجاء لي يسلم علي أنا كنت أعطيهم محاطرات عن سيكولوجية التواصل اللغوي في مركز التدريب الإزاعي جاء لي يسلم علي ودعاني إلى أن أعطي أحاديث ثقافية وتربوية في الإذاعة في الرياض فقلت له هذه بحاجة إلى تهيئة واستعداده أن الآن في مؤتمر قال ما شاء الله عليك ممكن أن تعطي الكذاب الكلام المعسول ذهبت إلى الإذاعة لأعطي الأحاديث سجلوا الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث استشهدت وكما قال وكما قال محيد الدين بن عربي أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني الذي يسجل من وراء الكذا رفع لك ظننت أنني أخطأت في اللغة لماذا؟ فجاء قال عفوا من الذي استشهدت به قلت له الشيخ محيد الدين بن عربي قال لي والله هذا كافر عندنا إنسان يدعو إلى المحبة إنسان يدعو إلى المحبة كافر أنا أعده تتويج الرسالة الإسلامية في هذه الدعوة في دعوته إلى المحبة ما أقول هذا الكلام أن يكون كافرا؟ كيف يكونوا كافرا؟ قال والله هذه من وشاة نظرنا أنه كافر فممكن أن نشطب قد قلت له والله لكم رأيكم ولرأي لكم دينكم ولدي رجاء لا يمكن أن أتنازل عن أي كلمة من ذلك معنى ذلك أنا خنت ما أعتقد به ورسالتي في التوعية أنا أدعو إلى المحبة هل هناك من إنسان في العالم يمكن أن يكون ضد المحبة؟ يقول لك أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني ويا للأسف هذه الأفكار المتطرفة من الوهابية ومن يسير في فلكها هي التي أدت إلى تقديم الصورة المشوهة الصورة غير الحقيقية عن جوهر الأديان عن جوهر الدين كل الأديان السماوية تدعو إلى المحبة والتضامن والأخوة والتفاهم فالما؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثن والعدوان حتى تعريف المسلم المسلم من سلم الناسه من لسانه ويده من لسانه ويده هذا هو تعريف المسلم امرأة كادة أن تدخل النار لأنها حجبت الطعام عن هرة عن هرة يعني يعني جوهر الدين الإسلامي شوه وهذه أعتقد أنها مؤامرة على ليش 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 قصة المؤامرة يعني شغالة على طول بكل شي يعني مين اللي فسر الأحاديث ومن اللي أضاف لبعض الأحاديث ومن اللي زور بعض الأحاديث وبعض الكتب يلي نسب لها مصادر موثوقة مو العالم الغربي ولا أوروبا ولا يعني هننا العرب هننا المسلمين أنا أعتقد أن لدينا عدوين عدو خارجي يريد تفتيت هذه الأمة وتمزيق هذه الأمة وعدو داخلي وفي تقديري العدو الداخلي أدهى وأمر من العدو الخارجي أدهى وأمر أضرب لك مثالا عندما جاء الأتراك وفرضوا اللغة التركية مكان اللغة العربية جماعة الاتحاد والترقي فرضوا اللغة التركية مكان اللغة العربية حتى النحو العربي كان يدرس باللغة التركية باللغة التركية وجاء الاستعمار الفرنسي بعد ذلك وأراد أن يفرض لغته الفرنسية مكان اللغة العربية لم يفلح الاستعمار الفرنسي في فرض لغته ولم يفلح الاستبداد العثماني والاستعمار العثماني في فرض لغته ولم يفلح الاستعمار الإيطالي في فرض لغته في ليبيا ولا الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي ولا لم يفلح من جاء الآن لينفذ ما أراد الاستعمار أن ينفذه نفر من أبناء الأمة العربية نفر من أبناء الأمة العربية يحققون بأيديهم ما عجز الاستعمار عن تنفيذه ما عجز الاستعمار فالآن الجامعات في الخليج العربي تدرس باللغة الإنكليزية والجامعات في المغرب العربي تدرس باللغة الفرنسية وينظرون إلى المؤهلين باللغة العربية نظرة فوقية نظرة فوقية وهناك أعضاء مجامع لغة عربية يدعون إلى تدريس الطب والهندسة والعلوم باللغة الكونية ماذا تقصدون باللغة الكونية؟ اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية اللغتكم العربية أليست لغة كونية؟ أليست من بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة وفي المنظمات التابعة لها في اليونسيف وفي اليونسكو وفي منظمة الصحة العالمية وفي البنك الدولي وفي منظمة الأقضية وإلى آخر ما هناك من المنظمات التابعة لها؟ ويا للأسف إنسان يتخلى عن هويته عن وطنه اللغة وطن فهؤلاء كما قلت لك الذين نفزوا ما أراده الاستعمار أخطر من هؤلاء خليني يكون ضدك بهذا المحور لمحاولة فهم أكثر وجهة نظرك بس إنه ليش لا نفترض إنه هؤلاء دول الأشخاص عم ينفزوا ما عجزة عنه الاستعمار بإنه نتخلى عن لغتنا وهيك ليش ما تقول إنه اليوم الاكتشافات والاختراعات والابتكارات وأهم مدارس الطب في العالم هي يعني باللغات الأجنبية وهي موجودة في الدول المتقدمة وبالتالي طالب الطب أو الطبيب لحتى يتمكن من تكملة مستقبله وبحثه فهو يجب أن يندمج به هاي القصة فليش لحتى ما يكون دارس الطب بالإنجليزي ويقدر يتم فتح له أبواب ويقدر يفوت على مستشفيات كبرى وغيرها علما أنه هو أصلا طالب عربي يعني اللغة العربية موجودة بكل الأحوال ولكن المصطلحات والمفردات الطبية وغيرها تدرس باللغة الإنجليزية وين المشكلة يا أستاذ باسل المصطلحات الأجنبية نسبتها ضئيلة في اللغة التي يدرسوها الطلابنا الشرح ينبغي أن يكون باللغة العربية لا مانع لأن هذه لغتك الرسمية هذه لغة الدستور الدستور السوري ينص على أن اللغة الرسمية في الدولة وفي جميع مرافق المجتمع هي اللغة العربية هذا الدستور هذا القانون وكل دول العالم صغيرها وكبيرها تدرس بلغتها الوطنية كوريا درست باللغة الوطنية فيتنام باللغة الوطنية جميع الدول صغيرة وكبيرة تدرس بلغتها الوطنية وأبناؤنا الذين درسوا وتخرجوا من كلية الطب على مدار قرن كامل قرن كامل الذين تخرجوا من الجامعات السورية يبزون أقرانهم من الذين درسوا باللغة الأجنبية في الجامعات الخاصة على الأرض العربية وعميد كلية الطب الأسنان في الجامعة الصوربون يقول إنني أجد أن الطلب السوريين يتميزون على أقرانهم من العرب الآخرين الذين درسوا بالجامعات الخاصة السبب لأنهم درسوا بلغتهم الأم باللغة الوطنية والذين يدرسون بلغتهم يتمثلون المعارف ويدركونها أكثر بكثير من الذين يدرسون باللغة الأجنبية هناك تجربة يعني أنت هنا تحكي عن جودة التعليم هناك تجربة جربت في جامعة اليرموك أخذوا مجموعتين من الطلاب في كلية العلوم طلب درسوا باللغة العربية وطلب درسوا باللغة الإنكليزية وفي نهاية المنتج التعليمي قاموا باختبارات تحصيلية وجدوا أن الذين درسوا باللغة العربية كانوا أفضل تحصيليا من الذين درسوا باللغة الأجنبية لأن اللغة الأجنبية لا تزال لغاية اليوم هي لغة ما نمهتم فيها ولو كان الطالب فعلا من بداية أول سنواته بيدرس مظبوط اللغة الأجنبية يعني ما فينا نقارن واحد درس منهج باللغة الإنكليزية وهو اللغة الإنكليزية كان ياخدها مرة بالأسبوع بيطالب عم يدرس إنكليزي من كل يوم أو من وقت كان مثلا بالأول ابتدائي أو أقل ما بيتقارنوا ببعض يعني لما بدأت تكون اللغة الإنكليزية حالة هامشية في العملية التربوية فأكيد المنتج التعليمي مرحي يأدي الغرض منه إذا كنت جميع المقررات تدرس باللغة الإنكليزية جميع المقررات بيكون هو كل حياته عم يدرس عربي فجأة انصار بالجامعة عم يدرس الإنكليزية لا دارس كمان لغة أجنبية سابقا بس ما بيمارس فيها ما بيحكي فيها المواد عم يدرسها بالعربي لما صار عم يدرس طب أو تخصص معين دخل تعليل اللغة الإنكليزية لتكون هي اللغة الأساسية للدراسة فأكيد بدون تحصيلوا أقل تحصيلوا أقل طيب الذي درس كما قلت لك النتائج التحصيل التي أظهرت أن الذين درسوا بلغتهم الأم كانت أفضل من هؤلاء وبعد ذلك الذين ذهبوا إلى أوروبا ليتخصصوا هناك في الدراسات العليا وكانت لغتهم الأجنبية ضعيفة هناك استطاعوا أن يكتسبوا اللغة الأجنبية وبزوا أيضا الآخرين الذين كانوا من دول أخرى وكانت دراستهم من البداية وحتى النهاية باللغة طيب لماذا؟ السوريون يبزون أقرانهم ويتسلمون أفضل المناصب إن في أمريكا يعني هاي نظرة كلاسيكية للتعليم أم تتعلق بجودة التعليم أم تعتبرها ميزة يجب الحفاظ عليها؟ أولا اللغة من وجهة نظري هي الهوية هي الهوية واللغة من وجهة نظري هي الوطن ورحم الله الشعر عندما يقول إني أحبك كي أبقى على صلة بالله لا يمكن أن أفهم العقيدة إلا باللغة إني أحبك كي أبقى على صلة بالله بالأرض بالتاريخ بالزمن أنت البلاد التي تعطي هويتها من لا يحبك يبقى دون ما وطني في كندا لافتات الساحات إنني أحب جميع اللغات ولكنني أفضل لغتي الأم أفضل لغتي الأم يعني شيء طبيعي لأنه هي مع الرضاعة بس لن نحط تفضيل اللغة الأم بخانة أنه إذا لا ما درسنا بالعربي نطلع أقل تحصيل لا لا نحن نقول ينبغي أن نكون متمكنين من اللغات الأجنبية أيضا بالوقت نفسه وقلت في ذلك إغناء للغة العربية لا وحتى هلأ معلش طب أنت بتنكر أنا معي باقي ثواني قبل ما أخذ الفاصل تنكر دكتور أنه السوري اليوم لأنه سياسات التربية في سوريا بما يخص اللغات كانت خاطئة ومتخبطة ولا تعتبر أساسي اللغات اليوم السوري لما بيقعد مع حدا بالخليج أو بلبنان أو غيره بيحس حاله أضعف منه باللغة كله بيحكي لغات حتى في مصر ولذلك درسنا اللغتين في وزارة التربية اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية نحن لسنا ضد كما قلت لك لسنا ضد اللغات الأجنبية أطلاقا وإنما أن نستبعد اللغة الوطنية اللغة القومية وأن نستبدل بها اللغة الأجنبية هذا هو الخطر أما أن ندرك اللغتين معا هذا إغناء للغة العربية نتابع حديثنا مع الدكتور محمود السيد ولكن بعد الفاصل مرحبا فيكم مجددا ونطبع حديثنا اليوم ضيف الليوان في برنامجه المختار الدكتور محمود السيد دكتور محمود أهلا وسهلا فيك من جديد أهلا وسهلا بكم أهلا ستاز باسل وزارة الثقافة كنت وزير للثقافة من 2003 إلى 2006 ثلاث سنوات كنت في منصب وزير الثقافة واليوم نحكي دايما عن الثقافة بمفهومة ضيق للأسف يعني لن نتطرق إلى موضوع الثقافة على مستوها الواسعية اللي بتخص كل الناس الثقافة اليوم صارت مفردة تخص البعض من الناس ممن يتعاطون العمل الثقافي اللي هو ممكن يكون الأدب أو الموسيقى أو غيره أو الفن التشكيلي فيما غالبية الشعب لا تتعاطى الثقافة المراكز الثقافية خاوية على عروشها الندوات الثقافية بيحضرها القائمين أو المحاضرين في تلك الندوة وثلاث أربع أشخاص من اللي ما عندهم مكان يروحوا عليه فممكن يتسطحوا ويستلقوا بقلب الندوة ليش؟ لأننا أخفقنا في جوانب كثيرة من حيث البناء منها مثلا لم يكن الكتاب هو الصديق الصدوق للمتعلم في مستقبل حياته طالبنا يقرأ المقرر ويؤدي فيه الامتحان وبعد الامتحان يهجر كل شيء ما يتعلق به ليش بيعمل الطالب؟ بيعمل لأنه لم نكون لديه عادات القراءة الجيدة السليمة لا لأنه هو بينزل بيأخذ نوطة فيها الأهم شيء ممكن يجيب المادة وشو بده بالمقرر؟ خطأ كبير جدا لأنه الملخصات لا تغني عن المصادر لا تغني إطلاقها هو بده ينجع شو بده بالمقرر أنا؟ هو ينبغي أن ننمي لديه التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمر للتعلم المستمر الكتاب يكون صديقا له في حله وترحاله بس ما بتكون عطيه كتاب ستمائة سبعمائة صفحة بمادة وعنده هو اتنعشر مادة بالسنة على الأقل فرما رح يقرأ ستمائة صفحة ويتثقف يعني القصة ليش في الخارج يعني ليش في دول برة بتلاقي الكتاب صديق الإنسان وبتلاقي طالب بيستخدم كتابه لأنهم اتبعوا أساليب شائقة في جذب المتعلمين إلى المقررات وإلى الكتب الكتاب في يد الأجنبي للأطفال في يد الأطفال الأجانب الصور تكاد تكون ناطقة الكتب لدينا أنا وجدتها في اليمن أوراق صفراء أوراق صفراء يعني أنت تطلع عليها كأنها من المخطوطات القديمة كتاب في يد طفل هكذا يكون الكتاب لذلك الوسائل التي تستقدم في جذب المتعلمين إلى المادة غير موجودة لدينا ويا للأسف ثانيا نحن الكبار لسنا قدوة أمام المتعلمين في محبة الكتاب وفي العناية بالكتاب والأثرياء في وطننا العربي يفكرون في مكان للشراب في الفيلا في القصر الذي يبنونه ولا يفكرون في إنشاء مكتبة ولا يفكرون في إنشاء مكتبة ومثلا بالخليج تجد أحيانا بالمكتبات غنية بالكتب ولكن الذين يأمونها عدد الأصابع عدد الأصابع الذين يأمون هذه المكتبات الكتاب ليس الصديق الصدوق لهؤلاء هذه تغرى كبيرة في نظامنا الثقافي والتربوي يضاف إلى ذلك تجد أن نسبة ما يقرأه المواطن العربي بالدقائق أو بالكتب هناك إحصاء في اليونيسكو لا أدري صحة هذا الإحصاء لكن هكذا ورد في الإحصاء أن الأجنبي الأوروبي يقرأ أربعين كتابا في العام وأن الإسرائيلي يقرأ خمسة وثلاثين كتابا في العام وأن السنغالي يقرأ ثمانية كتب في العام وأما في الوطن العربي فهناك كتاب واحد لكل ثمانين شخصا ونحن أمة إقرأ ونحن أمة إقرأ فهناك ثغرة كبيرة في هذا المجال يضاف إلى ذلك المراكز الثقافية المراكز الثقافية منتشرة والدولة لم تقصر إطلاقا في بناء المراكز الثقافية ووصلت إلى هي مو المشكلة بالبناء المشكلة شو عملت بعد ما بنات بالضبط لكن المشكلة المشكلة أن المحاضرات التي تلقى أحيانا لا تجزب لا تشد الجماهير لا تشد الجماهير أنا ينبغي لي أن أفتش عن الموضوعات التي تهم هؤلاء التي ترضي ميولهم التي تنفذ متطلباتهم تشبه حاجاتهم هذا الذي ينبغي أن تفتش اسمح لي لك دكتور محمود وحضرتك حضرت أيضا في كتير مراكز الثقافية وندوات اليوم بيقلولك يا أخي هذا اللي عم يجيبونا يا حاضر وآسف للمصطلح وهو لا يقصد فيه لا تقليل من أهمية ولا الشأن بالعكس هدول ناس لك برفيون بيجيبو لك ناس متقاعدين هرهرين يأدوبون قادرين يمشوا بيقعدوا بس كيرمالي نفعوهم والله قدمنا محاضرة وبعرف شو يعني الفكرة تبع المحاضرة كلها حتى كلمة محاضرة صارت مستهجنة عند الناس يا أخي ليش تقول له محاضرة قل له أمسية يعني كلمة محاضرة أنه بدي روح أنا لاقي ناس قاعدين على منصة فوقي وعم يقلولي كلام أنا ما رح سعوبه ولا رح أفهمه وشعارات وقصصه وبتنعيس فضل قاعد بيتي أو بقعد على الأهوة أحسن لي صح ولا أنا غلطان في جانب من الصحة هذا في جانب من الصحة ولكن لا تستهن بالمتقاعدين المتقاعدون لديهم خبرات تراكمية بالأول بالعكس أنا عم بقول أنه دول الناس بس عم قل لك ليش بعض الناس ما بتروح لأنه هاي النظرة ما بتروح لأنه ينبغي أن تكون المحاضرة فيها تفاعل فيها تفاعل وفيها حوار وفيها نقاش وأن لا تكون المحاضرة من الألف إلى الياء للمحاضر فقط المحاضر ينبغي أن يبث أفكارا رؤوس أقلام مفاتيح وبعد ذلك يفسح المجال بالمناقشة للأخذ والرد والمجتمع الذي يأتي ليحضر المحاضرة يبدل مجهودا أكثر بكثير من المجهود الذي يبدله المحاضر لماذا؟ لأن المحاضر يعمل على تركيب الكلام أما المستمع يعمل على تفكيك الرسالة بحثا عن المعاني وبقدر ما يكون هناك تفاعل بين الطرفين تؤدي المحاضرات الأهداف ويكون هناك تفاعل تفاعل إيجابي وخلاق أما ويا للأسف الذي كما تفضلت وأشرت يعني أغلب المحاضرات لدينا يأتي من البداية وحتى النهاية حتى إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا لانتهى الوقت سمت هناك مجال الأسئلة لا المحاضرة يعني ذروتها وقيمتها في المناقشات التي تأتي في ضوئها هذا الذي ينبغي أن نركز عليه ثانيا أن نختار كما قلت أن نختار الموضوعات الساخنة التي تهم المجتمع أما أن أتحدث عن موضوعات كما رأيت كثيرا من المحاضرات التطريز على ثوب خلق التطريز على ثوب خلق بكل معنى الكلمة يعني ما الجدة ما الابتكار قدم شيئا جديدا يعني أما نكرر حتى بتلاقي اسمه للمحاضرة بده شفره لتفكه يعني شو بده هاد ماذا يريد أن يقول أخذ المحاضرة شيء يعني مازج بين كتاب تاريخ كتاب أدب عربي وكتاب قومية ومطلع الاسم فيعني أنت من اسم المحاضرة بيصير معك ديئة نفس يعني في أحيانا تحدث يحدث ذلك لا والله مو أحيانا دكتور غالبا يعني غالبا وليس أحيانا لأن أحيانا يعني هي من الحالة العامة طيب موضوع عدم اهتمامنا بالثقافة اليوم الثقافة صارت عنا للأسف نخبوي فيما هي مفروض تكون شعبوي صحيح صحيح بالضبط يعني المجال ينبغي أن يكون واسعا لدورات محول أمية يعني حرام أن يكون هناك نسبة من المواطنين ما يزالون أميين هناك جهود كبيرة بذلت في مجال محول أمية ولكن ما تزال هناك نسبة والأزمة التي مر بها الوطن أيضا زادت في نسبة هؤلاء في نسبة هؤلاء فحرام أن يكون نحن في الألفية الثالثة وأن يكون هناك أميون والأمية الأبجدية يعني أدنى مراتب الأمية الأمية الأبجدية أما الأمية الحضارية أمية الحاسوب أمية التفاعل مع العصر وروح العصر فهذه لها مستويات أيضا نحن مقصرون في هذا المجال على الرغم من كل الجهود التي بذلت ولكن هناك حوائل وهناك عوائق وقفت بالطريق ولا بد لنا من أن نتكاتف جميعا في نشر الوعي بأمية يعني أنا ما أتزال أن أتذكر الاحتفال باليوم محو الأمية العالمي باليوم العالمي لمحو الأمية في الرقة كان عام 2005 عام 2005 وألقيت المدرج كان واسعا في مديرية الثقافة هناك وألقيت كلمة ويعني القارن بين الجهل والعلم ودور المرأة أو إلى آخر ما هناك في هذا المجال يلتفت أحدهم هذا الكلام يا سعاد الوزير بعيد عن الواقع ما هو الكلام البعيد عن الواقع المرأة خلقت للبيت فقط المرأة خلقت لتربي أطفالها فقط أما أن تذهب أن تعمل وأن تتعلم وتعمل بعد ذلك ما هذا الكلام الذي تقوله هذا ويا للأسف هذه بعض العقليات التي ما يزال يعشش التخلف فيها نحن بحاجة إلى حملة كبيرة كنا نقول حملة محول أمية حملة كبيرة للتوعية في هذا المجال لكن كما قلت ما يبنى من طرف يتعرض إلى الهدم من طرف آخر في جامعة عين شمس في قاهرة مرة حضرنا ندوة لتنظيم الأسرة هناك في تنظيم الأسرة يضعون الحديث النبو الشريف جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء وحديث رائع جدا جدا في عملية تنظيم الأسرة جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء تجد البواب بواب البناية لديه إثنى عشر ولدا وهو في غرفة ضيقة في أسفل البناية جاءت الوزيرة الشؤون الاجتماعية أنا زاك الزياد كنت يا الزياد وأوضحت مفهوم تنظيم الأسرة واستشهدت بهذا الحديث النبوي ما كان من الشيخ محمد الغزالي إلا أن وقف قائلا هذا الكلام مؤامرة ضد الأمة العربية نحن نريد أن نزيد عدد أبناء الأمة العربية الإسلامية أبناء الإسلام ونسيت الحديث النبوي الذي يقول تزوجوا الولدود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث منسوب كثير من الحديث ضعيفة لا ترقى إلى مرتبة الصحة إلى مرتبة الصحة صفق له الآخرون صفق له طب تعالى نعترف بالشيء نعترف بالشيء فضل يعني أوقات بتحس أنه في ناس عم تنفخ بأربية مقطوعة يعني مجتمعنا هيك ونحن ماننا منتبهين ولا جزء بس منه اللي هيك ولا الغالبية هيك عم بحكي مجتمعنا العربي يعني لما عم تذكر لي هاي الحادسة مع الحادسة اللي كانت قبلها بالرقة بقلك طيب معناتنا إحنا وين وشو كنا عم نعمل وكيف كنا متبهين وهاي القصص كل يعتها بتدل على مؤشرات أنه كل السياسات التربوية والثقافية والسياسة والحكومات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ودورات محو الأمية والمحاضرات الثقافية والمهرجانات الخطابية لم تؤتي ثمارة بعد كل هاد بتضل ماشي بنفس الطريقة وما بتغير قيد أنمولي وكأنك يعني ما نك شايف قدامك والله كلامك في نسبي كبير جدا جدا من من أنا قلت لك في البداية بداية الحديث ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين جميع الجهات المعنية التي تعمل على بناء الإنسان إذا وضعت كما قلت لبنة في بناء من طرف وتعرض هذا البناء إلى الهدم من طرف آخر وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم إذا لم يكن هناك انطلاق من استراتيجية واحدة ومن خطة واحدة ومن تكاتف واحد وتآزر وتعاون بين جميع المعنيين في عملية البناء لا يمكن أن ينهضر بنيان ولو ألف بان خلفهم هادم كفى فكيف ببان خلفه ألف هادم طيب وصلت الرسالة وصلت الرسالة وصلت وصلت من زمان طيب خليني أحكي أنت حضرتك كنت خبير بمنظمات ووزارات بدول عربية عدة وبمنظمات دولية خبرت القطاعات التربوية والشباب وأشرفت على رسائل مجستير ودكتوراة لعدد كبير من الطلاب في دول مختلفة وين بتصنف سوريا من مجمل خليني أقول الدول العربية بداية بقطاع التربية والتعليم ومو بالقطاع الثقافي عموما والله سوريا تبقى درة على الصعيد العربي تبقى درة إن من حيث الوعي على الرغم من كل الثغرات ومن كل السلبيات التي أشرنا إليها تبقى سوريا متميزة على الصعيد القومي حيث الوعي القومي والوقوف إلى جانب يعني قيم الأمة وأصالة الأمة والنظرة الموضوعية إلى واقع هذه الأمة من نفر من نفر تسموا يعني على الصعيد القومي مثلا هناك رجالات كثيرة في سوريا كانوا كان عطاؤهم على الصعيد القومي حكي لي اليوم موقعنا اليوم موقعنا اليوم شو بدي بالماضي والتواريخ والقوميات اليوم نحن سوريين قطاع التربية والتعليم وقطاع الثقافي متطور أم نحن متراجعين عربيا في بعض الأمور فيها إيجابيات وفي بعض الأمور فيها سلبيات في بعض الأمور هكذا لا يمكن أن تكون مين يتفوق علينا من الدول الدول اللي زرتها ودرست فيها وكنت خبير بوزارات التربية فيها وليش بيتفوقوا لا أنا وجدت أن المناهج السورية والأساتذة السوريين يتميزون عن كثير من المدرسين والأساتذة الموجودين على الصعيد القومي الذين كانوا يدرسون في الخليج مثلا أو يدرسون في بعض جامعات المغرب العربي فيظلون حملت رسالة وإخلاص وتفاني في العمل هذا قد يتفاوت لكن السوريين بشكل عام يتسمون بهذه السماء ولذلك ينظر إليهم الآخرون نظرة الإحترام والإخلاص يعني أنا أتذكر عندما درست في الكويت سابقا ودرست في جامعة الجزائر سابقا وكنت خبيرا في وزارة البحرين في وزارة التربية أو دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأردن وفي الأردن دائما ينظرون إلى السوري على أساس أنه جاد وعلى أساس أنه متفاني ومخلص في أداء عمله ولذلك ينظرون إليه بكل احترام وبكل تقدير لأنه أدى هذه الرسالة بكل تفاني وإخلاص هذا من حيث الأداء والعطاء نأتي إلى الجانب التربوي أنا وجدت أن مناهج البحرين كان فيها جدة أكثر من مناهج أخرى في الخليج بقيت للدول الخليج كانت مناهج البحرين متميزة وجدت أن بعض المناهج في تونس كانت متميزة في بعض الجوانب أيضا ويبدو أن هناك تأثرا أن هناك تأثرا في بعض المعطيات الجديدة في التربية من اليونسكو أو إلى آخر ما هناك كانت تشق طريقها إلى المناهج بسرعة أكثر مما كان لدينا في المشق العربي فلا يمكننا أن ننظر نظرة واحدة إلى جميع ما يجري على نطاق الساحة القومية اليوم في جدل مستمر حول المناهج بسوريا وفي لجنة لتطوير المناهج مخصصة كل فترة بيطوروا مناهج وبيجربوها ومع ذلك فيه هجوم على هذه المناهج الجديدة يعني لما بلشت تطبق فيه ناس بتطلع بتقول أنه مناهج صعبة حتى الأسات زي ما عم يقدروا يفهموها وصح وعم يكون تدريسة صعب فيه ناس بتقول لك لا خلينا بقى نغير هالمناهج اللي عفع عنها الزمن وندخل مصطلحات ومفاهيم وأفكار جديدة فيه ناس تقول لك يا أخي شو مادت القومية العربية اليوم أنا شو بدي بالقومية العربية شو عملتلي القومية العربية بست سبع سنوات حرب خليني اتعلم عن سوريا شو بدي بالعروبة هلأ ووقت العروبة فيه ناس تقول لك يا أخي شو بدي تدرسني التاريخ كله من الدولة الأموية ودولة الفاطمية ودولة العباسية شو بدي فيه خليني أعرف تاريخ بلدي شو بدي بكل الدول قصص كتير هي بيحكوها الناس بس ما في معايير نحنا بنعرف على أي أساس يتم على أو كيف بيتم اختيار المناهج على أساسها إنه معهم حق شو بدي بكل هالتاريخ أولا المعايير التي يتم بناء المناهج على أساسها لدينا مادة مقررات ولدينا متعلم ولدينا متعلم ولدينا مجتمع ولدينا عصر العصر الذي نحن تحت الضلالة هذه الأركان الأربعة تبنى في ضوئها المناهج إذا جئت إلى المادة أخذ مفاتيح المادة الأساسيات في هذه المادة كيف أتعرف هذه الأساسيات ذكرتها سابقا من خلال الاستعمال ما يستعمل إذا رحك فيني بعدين ما نتهي أساسي ثانيا ثانيا المتعلم ينبغي أن أتعرف هذا المتعلم في ميوله في رغباته في قدراته في استعداداته في مستوى ذكائي إلى آخر ما هناك ثالثا ينبغي أن نتعرف المجتمع المجتمع بتاريخه بثقافته بمناشطه بفعالياته بمعاناته بالمواجهات التي يواجهها حاليا إلى آخر ما هناك لا بد لي من أن نتعرفه العصر الذي نحية تحت ضلاله ما سمات هذا العصر كيف يمكن للإنسان أن يتفاعل مع هذا العصر ويبقى واقفا على أرض صلبة هذه الأمور أنظروا إليها في بناء المناهج المناهج ينبغي أن تطبق أن تطبق أو تجرب عفوا أن تجرب في البداية قبل تطبيقها الآن وزارة التربية ألفت كتبا في الأدب للمرحلة الثانوية أرسلوا إلي كتابين للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي واطلعت عليهم وكتبت تقريرا بالملاحظات التي وجدتها في هذين الكتابين وأرسلتها إلى المشرفين على التأليف اللجنة التي سبق وتفضلت وأشرت إليها وقلت لهم ينبغي أن تتلقوا جميع الملاحظات من جميع الناس الذين يطلعون على هذه الكتب وأن تعملوا على التجريب أيضا وبعد ذلك تعدلون في ضوء هذه الملاحظات أما أن نطبق المناهج دون أن نعمل على تجريبها هذه الثورة نأتي الآن إلى ما أشرت إلي كيف يمكن أن نتخلى عن عروبتنا لا يمكن أنا في تقديري هذا رأيك الشخصي نعم هذا رأيك الشخصي نعم العروبة العروبة هي لون عينينا ليست رداء أن نرتديه ساعة نشاء ونخلعه ساعة نشاء العروبة هي يعني قدرنا هي هويتنا ولا يمكننا أن نتنكر لماضينا بأي شكل من أشكال ولغتنا العربية هي المعبرة والدالة على هذا الموضوع دكتور دكتور كيف خليني أنا دايما عمكون ضدك بس نسمع نقاش يعني ليش لن نمسح تاريخ سوريا قبل العروبة وكأنه لم تكن سوريا حاضرة حاضرة بمعناها الحضاري وكأنه لم تكن سوريا حاضرة وكأنه لم يكن هناك حضارات ومدن ولغات يعني اليوم الحضارة السورية عندما نباهي بالحضارة السورية منحكي حتى عن أمور هي قبل العروبة لما نحكي عن معلولة ولما نحكي عن عمريت ولما نحكي عن تدمر ولما نحكي عن أوغريت ولما نحكي عن إيبلا هدول كلهم قبل العروبة معقول نحنا نقول أنه سوريا هي بس عربية ما كان في سوريا قبل العروبة سوريا ليست أقدم من العروبة أصلا طبعا منذ أن وجد الإنسان لماذا نلحق الأجدد الأقدم بالأجدد وليس العكس لا سوريا عبارة عن رقائق حضارات سوريا عبارة عن رقائق حضارات يعني سوريا التي أوجدت الأبجدية الأولى وعلمتها للبشر بالآخرين رحم الله الشاعر سليمان العيسى يقول وأبعدوا نحن من مضر ومن قيس نعم أبعد حمورابي وهاني بعل بعض عطائنا الأخلط لنا بلقيس والأهرام والبردي والمعبد ومن زيتوننا عيسى ومن صحرائنا أحمد ومنا الناس يعرفها الجميع تعلموا أبجد وكنا دائما نعطي وكنا دائما نجحد وكنا دائما نعطي وكنا دائما نجحد سوريا تفتخر بأنها أول من أوجدت الأبجدية ولذلك عمر أبو ريشي رحمه الله عندما وقف أمام أغاريت قال ما لي أراك كئبة النظرات لم تتكلمي هذا الذهول ينم عن ذاك الجو المتكتمي وتكاد تسأل من أنا ويكاد يخذرني فمي أنا يبنة الأمجاد مثلك واقف في مأتمي أنا من بقايا أمة هي والعلا من توأمي مرت على الدنيا مرور القطر في الحقل الزمي فتناقلت آيات رحمتها شفاه الأنجمي موغلة سوريا موغلة في الحضارة القديمة ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن ننسى أن الأقوام التي عاشت في سوريا قبل الفتح الإسلامي كانت لديها حضارة كانت لديها حضارة وجاءت العرب القبائل العربية اللي جاءوا من الجزيرة العربية كان حريا بأن يلتهموا اللغة العربية التي حملها هؤلاء ولكن اللغة العربية أثبتت أثبتت بخصائصها ولادة هي واستوعبت ولم تعمل كما عملت العولمة حاليا باللغة الإنجليزية أنها استبعدت لغات الشعوب الأخرى وتريد أن تفرض اللغة الإنجليزية مكانها وإنما احترمت اللغات الأخرى فترجمت عن اليونانية عن اليونانية فلسفة اليونان عن الهندية حكمة الهند عن الفارسية الأدب الفارسي وأسبقت ذلك بالطابع العربي بالطابع العربي وبذلك انتشرت الرسالة العربية شرقا وغربا عندما احترموا الآخرين ولم يفرضوا لم يكونوا يفرضون ثقافتهم على الآخرين إنهم حاولوا بس ما أدروا حاولوا كان فيه العامل الديني وكان فيه العامل الاقتصادي تعريب الدواوين في عهد الخليفة عبد الملك يعني ببصد هي الثقافة العربية لم تكن يعني هي لسه موسط أنه ملاك يعني هي حاولت أنه تفرض نفسها على يعني العرب وصلوا للصين بس الصين ما صارت تحكي عربي والهند ما حكيت عربي وإيران ما حكيت عربي وتركيا ما حكيت عربي رغم أنه تركيا دولة إسلامية دولة العثمانية دولة إسلامية بس كانوا يحكوه عثماني بالتالي نحن عم نحكي عن منطقة محددة هي اللي ظلت تحكي عربي وهي المنطقة ليست محصورة هل تعرف أنه في إسبانيا كان الإسبان كان الإسبان يتعلمون اللغة العربية ويهجرون لغتهم هل تعرف ذلك وأن الفارو هناك الكاتب الإسباني يشكو يشكو من أن أبناء جلدته يهجرون لغتهم ويتمثل ويعشقون الأدب العربي مثل ما عم تعمل أنت هلأ في جهة الأدب الأجنبي صح سؤال سؤال هلأ دايما عم بحاول استعجل لأنه خلال سوقتي العربية اليوم العربية متعبة يعني كما قال نزار قباني أنا يا صديقتي متعبا بعروبتي صارت متعبة عند البعض وهي المشكلة أثرت شوي على هذا الشعور بانتمائك للأمة العربية أو للعرب والعروبة والله تصرف يعني أنا في تقديري أن تصرف بعد أبناء العروبة كان تصرفا همجيا يعني خاصة من دول الخليج إلى أخر ما هناك كان تصرفا همجيا ويا للأسف وبعيدا كل البعد عن رسالة العروبة الحقيقية رسالة العروبة رسالة إنسانية رسالة إنسانية وتحترم الآخر ولكن ويا للأسف هؤلاء تصرفوا تصرفات مشينة ومعيبة ومغجلة فلذلك هو الذي انعكس سلبا يعني ذكر لي أحد زملائنا في عهد الرئيس عبد الناصر رحمه الله بعد أن حدث الانفصال وبعد حرب اليمن بعض النواب في المجلس النيابي في القاهرة طلبوا من الرئيس عبد الناصر قالوا له لقد دمر جيشنا في اليمن وكذا وخسرنا الكثير من أبنائنا فنلتفت إلى مصر ونترك الدول العربية فالتفت إليهم قائلا لا ليس معنى ذلك أننا في فترة من فترات ضعفنا أن ننفض يدنا من يد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال هذه الرسالة مشاء نختم مع حضرتك حضرتك الآن المدير العام لهائة الموسوعة العربية من 2013 لليوم صحيح الموسوعة العربية بتقول عنا أنه هي درة في الثقافة المعاصرة لمن لا يعلم ما هي الموسوعة العربية عرفنا عنها الموسوعة العربية هي أول موسوعة كتبت بأقلام عربية لأنك تعرف سابقا كانوا يترجمون عن الموسوعات الأجنبية أما الموسوعة العربية كتبت بأقلام باحثين عرب في مختلف التخصصات وموسوعة شاملة 24 مجلدا 24 مجلدا في مختلف ميادين المعرفة لم نكتفي بذلك من ألف ومن كتب وإم تتم هذا العمل أخذ وقت أخذ وقت من السمانينيات بدء العمل بها وكان قد تسلم إدارتها عدة أساتذة أجلاء من قبلي فهناك الموسوعة الشاملة في مختلف ميادين المعرفة وهناك الموسوعة الطبية في ميدان الطب 15 مجلدا لجميع أنواع الاختصاصات نعم وبعد ذلك هناك الموسوعة القانونية في سبعة مجلدات وهناك موسوعة الآثار في سوريا سوريا عبارة عن كما قلت رقائق حضارات كلها فهي مستودع للتراث من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها صدر منها الثنين والثالث في المطبع حاليا وهناك موسوعة العلوم والتقانة فيها ستصل إلى 15 مجلدا أو أكثر وصدر منها الآن مجلدان والثالث وهيئ الآن للطبع هل عم تلقى الموسوعة العربية رواج هل عم تنتشر هل الناس عم تقبل عليها المؤسف المؤسف أن الحصار الذي فرض على سوريا كان شاملا ليس فقط من الناحية السياسية والعسكرية وإلى آخر ما هناك وإنما من جميع الجوانب وخاصة لوحي السقافية أيضا ولذلك الدول العربية لم تكن لتفسح أبوابها لاستقبال هذه الموسوعة ويالأسف وأيضا الجامعات التي تدرس باللغة الأجنبية هذه موسوعة عربية فلم تقتني على الرغم من أن أمين عام اتحاد الجامعات العربية أصدر تعميما على كل الجامعات الخاصة في الوطن العربي لاقتناء الموسوعة إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة والمركز العربي للتعريب والتأريف والترشم والنشر مركزه في دمشق ويترجم أمهات الكتب في مختلف ميادين المعرفة العلمية حتى يسد النقص في مجال التعريب في الجامعات أيضا هناك عزوف عن اقتناء الموسوعة الموسوعة والأمهات الكتب التي يترجمها المركز العربي للتعريب والتأريف والترجم والنشر فنرجو الله أن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة سؤالي الأخير حضرتك دكتور محمود بعد خمسين سنة وأكثر بالقطاع التربوي وبكل هيكي مجالات التربية لخطة شو الشي لسا حابب أن تختم في إنجازاتك إن شاء الله على العمر الطويل جدا يا رب والله يعني هناك في بعض المشروعات في تأليف الكتب في تأليف السلسلي يعني عندي لدي سلسلي عن ثمرات العقول ثمرات العقول تعرف أن جيلنا الحاليا كما قلت لم يتزود مهارات القراءة الجادة والفاعلة والتي تستمر معه فيطلع على الملخصات ثمرات العقول هذه تلخص أمهات الكتب وهذه أرجو قبل نهاية عمري أن تظهر هذه السلسلة من ثمرات العقول يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر وشكرا لأنك لبيت دعوتنا دكتور كان حديث شيء ممتع معك الأستاذ الدكتور محمود السيد أهلا وسهلا فيك على المدينة أفأم شكرا جزيلا تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والألق المجتمر شكرا لحضرتك من المال نوم الغوزيلا